حضرتك لو مريض سكر او عندك حد مريض سكر اكيد تعرف ان اول عضو بيأثر عليه السكر هو العين وده الاسباب كتيرة يمكن احنا شرحناها في فيديوهات سابقة قبل كده وخلينا اقولك بسبب ان العين الاوعية الدموية اللي فيها صغيرة جدا طب ده يعني ايه؟ انا اديت لحضرتك لها مثال قبل كده على لو انت عندك مشكلة في شبكة الميا اللي موجودة عندك في البيت هل المشكلة دي او لو في انسداد او في سدة بتحصل هل بتحصل الاول في المصورة الكبيرة ولا بتحصل في المواسير الصغيرة التأكيد بتحصل في المواسير الصغيرة ده بالزبط اللي بيحصل عند مريض السكر ان بيحصل التأثير بتاع السكر على الشعارات الدموية الدقيقة وده طبعا بيكون اصغر حاجة فيها موجودة في العين طب هو اصلا ايه تأثير السكر على مريض السكر بالنسبة لأوعاية الدموية او بالنسبة لعين السكر بيضمر لأوعاية الدموية وبيخلي ما عندهاش القدرة ولا المرونة ان هي تنقبض وتنبسط وبالتالي انصول الدم للاعصاب في اي مكان حتى لو كان العين او الاطراف او اي مكان في الجسم بيكون وصورة دم للأعصاب ضعيف جدا وقليل جدا وده طبعا بسبب تغيرات كتيرة بتحصل في الجسم مش عايز أدخلك فيها اللي أنا جاي أضيفه لحضرتك النهاردة هقولك على فيتامينات ومعادن وبعض المكملات الغذائية مهمة جدا ليك كمريض سكر لو أنت عايز تقلل من المشكلة بتاعت تأثير السكر على النظر عندك كمان هقولك على بعض النصايح المهمة جدا اللي لازم تعملها كمريض سكر أول حاجة خلينا نمشي بالمثل اللي بيقول إذا عرف السبب بطل العجل أنت السبب في المشكلة اللي موجودة عندك هو عدم تنظيمك للسكر بتاعتك فده أول حاجة لازم تعملها أنت لازم السكر عندك يكون مظبوط سكر التركومي بتاعتك ما يزيتش عن سبعة وده طبعا تحليل بيتعمل مرة كل تلت شهور والسكر الصين بتاعتك اللي هو اليومي ما يزيتش عن 130 ميلي جرام كل دي سي لتر إذا حفزت على السكر بتاعك تحت السبعة فإن شاء الله ما يحصلش معاك المضعفات بتاعت السكر طب إنت حاليا نظهر معاك المضعفات بتاعت السكر أو أنت مريض سكر جديد خليني بقى أقولك على الحاجات اللي أنت بحتاج إن أنت تعملها أول حاجة محتاجها لازم تعمل فحص القاعة العين مرة على الأقل لكل ست شهور وده بيتم عن طريق طبيب العيون طبعا بيديك أطرق عشان يوسع بيها الحدقية بتاعت العين فيعرف يشوف العين عندك بشكل كويس طبعا دي تفاصيل أطباء العيون زماننا يمكن هما أضربيها منك بس خليني قبل ما أبدأ أقولك إيه يا الفيتامينات والمعادن لحضرتك محتاجها أقولك الأول إن إحنا عايزين نعمل حاجتين إحنا عايزين نحافظ على الأوعية الدموية اللي موجودة في العين تتمدد بشكل كويس بدون ما يحصل فيها تلف وفي نفس الوقت إحنا عايزين نحافظ على إن إحنا نقلل الاتهابات اللي بتبقى موجودة في العين وإنقلل كمان عملية اسمها عملية الأكسادة الزيادة أو الجهد التأكسودي اللي بيبقى على العين بسبب مرض السكر طب إحنا هنستفيد إيه من كل ده هنستفيد إن إحنا نحافظ على الأوعية الدموية سليمة الأوعية الدموية سليمة يعني دمه هيروح بشكل كويس للعين يعني الأعصاب بتاعت العين هتتغذى بشكل كويس يعني مش هيحصل الضرر بتاع السكر خلونا الأول نبدأ بالمجموعة الأهم والأكثر شهرة مجموعة فيتامين باء اللي حضرتك محتاجه كمريئة سكر إانت محتاج فيتامين بي 1 محتاج فيتامين بي 2 محتاج فيتامين بي 6 ومحتاج فيتامين بي 12 وليه لإن الفيتامينات دي اللي هتحافظ معاك على قوة ومتانة الأوعية الدموية وكمان عندك فيتامين بي 12 ده بيحافظ للعصب على الغلاف بتاعه سليم بدون ما يتأثر أو بمعنى أصح كلما كان الغلاف بتاع العصب اللي بنسميه غلاف ال vegetation قوي كلما كان العصب عندك كويس جدا من ضمن العصاب دي طبعا هو عصب العين والعصاب كمان الطرفية نيجي بعد كده لي عندنا فيتامين اي فيتامين اي مهم جدا هو وي فيتامين سي وي كمان فيتامين اي وحاجة اسمها الليوتين دول مهمين جدا لانهما مضادات للأكسادة وخلينا ضيف لحضرتك عليهم بقى حاجة اسمها الألفا لوبوك أسد ده يعني بص ده أهم واحد فيهم لان الألفا لوبوك أسد ده مضاد أكسادة قوي جدا فبيقلل من الجهد تأكسودي اللي بيؤدي بدوره لتلاف الأوعية الدموية اللي موجودة في العين خلينا نقول بقى ان الفيتامين دي كمان مهم جدا عشان ده هو اللي مسؤول عن دخول الكالسيوم أو تمثيل وامتصاص الكالسيوم في الجسم والكالسيوم من أهم الحاجات عشان انقباض وانبساط الأوعية الدموية فمهم جدا فيتامين دي مايبقاش ناقص عندك بأي شكل من الأفكاد طبعا إذا خدت الفوليك أسد فبرضو من الحاجات الكويسة بس هديك نصيحة ما تاخدش الفوليك أسد لوحده الفوليك أسد هو كويس بس ما تحاولش تاخده لوحده لان انت لو اخده لوحده وعندك ناقص فيتامين ب12 الفوليك أسد قد يكون خطر والفوليك أسد ما ناخدهش بجرعات كبيرة الفوليك أسد بيتاخد مثلا بجرعة أقصى حاجة 1 ميلي جرام في اليوم طبعا هتقول لي فيه ستات بتاخده بجرعة 5 ميلي جرام خلينا أقول لك ان ده مش صح لو هي ما عندهاش ناقص في الفوليك أسد قلنا عليه اللي هو البيوتين ده برضو من الحاجات كويسة والأغلى بيستخدامه بتلاقيه عند الستات بيستخدمه للشعر والبشرة والأظافر والحاجات دي بس خلينا أقول لحضرتك كده على تنبيه بسيط عنه لو انت راح تعملي تحليل الغده اللي هو TSH أو راح حتى تعملي اي تحليل للهرمونات مثلا زي الهرمون بتاع الإباضة أو حتى راح تعملي تحليل فيتامين دي فأنصحك ان انت لازم توقف البيوتين قبلها ب72 ساعة لأنه بيدخل جوه نتيجة التحليل بوازها نيجي بقى الكبيرة بتاعت الليلة دي كلها وهي الأوميجا 3 أحمض الأوميجا 3 اللي احنا قلنا عليها الأوميجا 3 دي المكونات الرئاسية بتاعت الأوميجا 3 واللي بتضمن مفعول الأوميجا 3 الحمضة الـ DHA بيدخل من ضمن مكونات العين الأوميجا 3 بتديك ترطيب كمان بتقلل الالتهابات فما ينفعش ان انت يبقى مريض سكر وعندك مشكلة في النظر وما بتاخدش أوميجا 3 والحدي هنا وصل لنهاية الفيديو بتاع النهاردة أتمنى أن أنا أكون قفت حضراتك وكما أتمنى أن أنتم تشاركوا الفيديو مع أحد تاني ممكن يستفيد به تنسوش تشتركوا في القناة تفعلوا زر الجرس نشوفكم إن شاء الله الحلقات اللي جاء على خير سلام عليكم اشتركوا في القناة